يد العوني تمتد إلى متضرري زلزال تركيا وسوريا عمل على مدار الساعة 24 ساعة في خدمة كل من يحتاجها من المتضررين نشاهد الآن في هذه الصورة عودة فريق البحث والإنقاذ السعودي من مهمة طالت من مهمة إنقاذ إلى من يحتاجها الله يعطيكم العافية الله يعافيك إن شاء الله استكمال الأعمال لأيام الماضية انتشال بعض الجثث وفحص بعض الأماكن المحتمل فيها حياء والله الحمد كل يوم ورى يوم انتشال الجثث وفحص الأحياء ولكن باليسبة ضئيلة جدا نسأل الله لهم الرحمة الله الله يعطيكم العافية يا شباب عطونا مشاعركم عطونا مشاعركم الحمد لله الله يكتبنا ناجر إن شاء الله ويعطي العافية يا شباب ما قسروا كلهم ضباطنا وأفرادنا كلهم ما قسروا الله يعطيهم أنفعه فيه الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية ويعجبنا إن شاء الله مشاعر طيب الله ولك الحمد مشاعر نحير طيبة نور نحير طيبة الحمد لله رب العالمين وش أفرز المواقف اللي شفتها ما تنساها إلى هذا لأنه نأخذ أطفال نشيلهم من تحت الأنغار نص تستنى نص تستنى حالها أخوانها اللي يستنى خطيبتها اللي يستنى عيالها شيء صراحة أول مرة أشوفها شيء يتعب القلب ما عندنا تعب نفسي كثر ما عندنا ما عندنا تعب جسدي كثر ما عندنا تعب نفسي صراحة الله يطوي العمل الله يعطيكم العافية إن شاء الله شكرا لكم إذن فريق الإنقاذ والبحث السعودي قدم هنا الآن في غازي عنتاب سلم أعماله إلى فريق الإنقاذ والبحث السعودي الفرقة الأخرى في أنطاكيا التي تستكمل العمل لمساعدة المحتاجين في أنطاكيا عبدالله الرويس الإخبارية غازي عنتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر